دعات الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا دعت جميع أفراد المجتمع لأخذ التطعيم المتوفر وعدم انتظار وصول شحنات محددة من تطعيمات معينة مشيرة إلى أن أفضل طريقة لمواجهة السلالات المتحورة من الفيروس هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسرعة التطعيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر